السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد سوف نشارك معكم في طريقة تحضير الحم بالسفرجل يأتي الصراحة رائعة وهذا هو الموسم السفرجل بالنسبة لأول حاجة نبدأ معكم هي المقادر سوف نحتاج كيلو الحم على حساب التفوف عندكم سوف ندرس هذا الملج هنا بصلة متوسطة ضس التون كأس إلى ربع زيت النباتية سوف نحتاج الحمد المرقد بالنسبة للعطرية سوف نحتاج الكامون الإبزار سكنجبير الخرقوم الملح و القصبور يجمع القدية العسل سوف نبدأ معكم طريقة تحضير الحم مهم سوف نحتاج فطنجرة التي سوف نغسلها ووضعها من بعد سوف نأخذ البصل المتوسطة سوف نقشرها على هذا الشكل وسوف نقطعها بشكل متوسط سوف تكون لام قطعة ألقيقة أو غليظة متوسطة لا تحكوها سوف أخبركم طريقة البصل خصوصا خصوصا لأول مرة سوف يجدون الحم بالسفرجل سوف يتبعون معين ما سوف يستفيدون من الفيديو بالنسبة للسفرجل من الأحسن وموسمي وفي فوائد كثيرة سوف نستخدم نستخدم ونخضره لأنه نستخدم نستخدم يوميا نستخدم الخضر الموسمية والفواكد الموسمية تكون فائدة لها كثيرا ونستخدم ونستخدم الفيتامين سوف نقطع البصل على هذا الشكل سوف نقطع الأرقيق لأغليظة بطريقة متوسطة ومن بعد سوف نكمل المقادير كيف سوف نقطع لكم حتى مرحلة كاملين من الأول سوف نحتاج الدرس كامل سوف نحتاج فيها 4 الفصوص سوف نقشر على هذا الشكل كيف ما شفتوا 4 الفصوص سوف نقطع قطعة صغيرة كيف سوف ترى هنا بالنسبة اللحم بالفرج يجي شوية حلو لنستطيع الناس من أجل المزج سوف نحتاج القزبور بالنسبة وعشر كبار القزبور نقص كأس اللاربع كأن كيف ترى زيت النباتية ما شفتوا بطريق بالنسبة الأطرية سوف نقص أعضبها ندخل مقادير كل مقادير ندخل مقادير كل مقادر ندخل مقادير مرقد ندخل صغار بزيت الزيتون نخلط مقادير مع بعضه تنضمج مع ناصير و تدخل الى العطرية في اللحم ثم نمرق طنجرة لا يستمر و يطيب الطنجرة و يطيب اللحم و يطيب الطنجرة و يطيب اللحم و يطيب الطنجرة و يطيب الطنجرة و يطيب الطنجرة و يطيب الفرق و يطيب طنجرة بالطنجرة ثم نضي الطنجرة و يطيب الطنجرة سوف يمتين صعيف في تنقية ديالو والشكل ديالو بحال تفاحي لكليتيه وهو خضر يعني كي الناس اللي كي عجمون تياكلوا خضر الوليدات وذلك شي كي عجبهم والناس اللي اللي زع ما كي عجبهم في يخضروا به هرا الصراحة را كيف ما كتلكم صحي وزوين وكي يجي لديد صراحة خصصا الناس اللي كي تعجبون ذاك المزيج ما بين الملوحة والحلاوة يعني كي يجي فيه واحد طعم لكي يكون لديد غالينا نحيد وقاعد البلايس اللي تكون فيه شي ضربة ولا هادا كيف ما شفتورة على حسب الكن الموسم اللي كي يكون فيه سفر جلزوين كي الموسم اللي كي يكون على حسب الجو كيفاش كان آآ كتلقاوها جديد مرة تلقاه جديد مرة تلقاه قديم مهم هالي اللي شوشوا معايا رو خاك ككملتها نقيتها حيط البلات اللي فيهم درابي وذلك شي وستعملتها ما شي مشكل هنا يا هادا هانت كيف ما شوشوا معايا كي يكون طريق يعني آآ كين فرق بيناتهم كتعرفي أن الوسط كي يكون شوية إلا ما كانش طريق يكون كحل من الوسط وإلا كان طريق في معكرة كي يكون بحال تفاح كله بيضة آآ غادي ننقيه معكم كيف ما كتشوفوا معايا غادي نستمر حتى ننقي معكم شوفوا طريقة ديال تنقية ديالو حيط كي الناس اللي ما كيعافوش ينقيه بالنسبة للاس اللي كيعافوه نقيه وبغوغي الطريقة يزربوا الفيديو ويشوفوا اللي ناس بهم المرحلة اللي بغوا يشاهدوها يمكن لهم يزربوا الفيديو يمكن لهم يرجعوا لأي ملقطة بغيت تخديم مقادر كتحبسي الفيديو كتشوفي المقادر اللي غادي تستعملي عاد شي اللي كان يعني كنشارك معاكم أنا يا لطريقتي من اللي واحدة الاخر غادي نكمل بنفس طريقة حتى ننقي السفرج الكاملو يعني أنا راد بغي وريس كومغي وحدا كيفاش غادي نقيها كاملة يعني كتشريها بحال تفاح شكل ديال الطنقية ديال تفاح تماما بحاله بحال السفرجل بالنسبة لهنا يا كنت أنا في اللول ديالفيديو معطيتكم شكيفاش زعمال مقادر اللي غادي تحتاجوها باش تباش تتعسلوا للسفرجل وكيفاش غادي طيب مهم كيفاش غادي طيب را غا تتاخدوا معي من بعد ولكن أنا قبل غا ما فيها باس نقول لكم أنا كم غا تتاخدوا غا تحتاجوا السكر ثاني دو غا تحتاجوا القرفة فقط يعني انا إلي شوفتو هنا او خد ذاك اللون هاكا انا مدتليه والو ما بغيتش اكسبرينب مبا بطريقة اضغير لأخليل لاحامد لأتها باش دعم ما ما يخليش ليه ذاك اللون لي كيت اكسد هاك حس وضغي كيت اكسد بحال التفاح ياخد ذاك اللون لي شوية قوي انا اضعوا كيفما هو مزلت له الا الماء و سنضع له سكرسانيدة و سنضع القرفة القرفة الا عندكم عواد استعملوها عندكم القرفة مدقوقة كيفما انا استعملوها بحال بحال بالنسبة لما سنضع القياس الكافي يعني قياس اللي غادي غيغطي لي يدك سفرجل يعني ما يبقاش يتغطغي شوية يعني ماشي ماشي حتى نغرق القميلة باش ماشي ماشي حلوش فيه لانا وضغيك يتسلق و في نفس الوقت ما غاليش يحتاج بزاف هنا درت القرفة و درت سكرسانيدة بالنسبة لسكرسانيدة غالي يحتاجوا تقريبا نصف كأس ديال سكرسانيدة والقرفة رات قريبا معلقة كبيرة تل جوج معلق متوسطين يعني ما كتكوش معلقة عامرة ديال القرفة و كيف قدك المقدار ديال القرفة و سكر على حسب الدوق ديالكم كاللي كيبغي الحاجة حلوة بزاف كاللي كيبغي القياس كاللي كيبغي القرفة بزاف كاللي ما كيبغيهاش يعني كيبقى على حسب الدوق ديالكم مما سكرساني دارة تقريبا نصف كأس تل كأس صغير كافي انه يأس لكم الاسفرجل هانتم هنائيا من بعد ما تسلق و بدك يغلق كنخليك يغلق على هاد الشكل يعني كيولي كي تكراميلي زادك دك لاصلص لها دغية دغية كي طيب صراحة ما كياخد شوقتك طويل و كيف ماشوتوا معايا هنائيا ها هو وجد لي اسفرجل ديالي غادي نقدم معاكم الحم اللي غايكون جال طياب انتبارك الله الحم راها طابع لحقه و طريقه من بعد انا كيفما كتلكم ما شحرتش الحم اللي البصله و دكش في اللوول واللحم فالتالي منين يلا كي جال طياب را كيكون صافي المغرق هانتم مشتون مريقه را صافي التحرات و التدغمرات يعني ما غاديش تحتاجوا انكم تحروا من اللوول غادي نقدم معاو في هالتبصيل و انتوما طريقة ديال التقديم كتبقى اختياريا لكم شوفوا انتوما على حسب شنو شنو يناسبكم كي الناس اللي كيضيفو التال البرقوق اللي انه كيكون عندو نفس طريقة ديال تحضير بحاله بحال السفرجل يعني يمكن لكم انكم تضيفو البرقوق إلا بغيتو تضيفوه السفرجل فبغيت تخدرو به حتى هو كيجي الصراحة الديد و كيجي زوين كيجي المنظر تهو فيه رائع مهم هادي طريقة ديال تحضير الحم بالسفرجل كنتمنى انها تنال اعجابكم وانا طريقتي تواتيكم اه اه نتمنى انكم تجربوها وتخليو لي كومنتهج ديالكم اه الى عندكم شي استفصال ولا اي حاجة تواصلوا معايا في لي كومنتهج مرحبة ما كي نحتاجوا اشكال اه هنايا غادي نزين طبق ديالي بسفرجل من الفوق كيف ماشوشوا معايا وكيبقى هذا طبق زوين صراحة أنكم تشاركوه مع الناس وفي نفس الوقت تبدلوا شوية ديال عينا بلي صندويتش دبا يلا مش السيف عينا بلي صندويتش والأكلات الجاهزة دبا منك يبغي يبدي شوية نخريب ويبدي يبرد الحال نحتاجوا شوية المرقة ونحتاجوا شوية ديال الخضر ندخلهم في الأكلات ديالنا مبقى لي إلا نقول لكم أحبابي ما سختش بكم إن شاء الله إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله سأرقبوا فيديوهاتي الجديدة وما نتمنى لكم كل خير ونتمنى هذه الوصفة تنال إعجاب ديالكم مبقى لي إلا نقول لكم السلام عليكم إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله بالنسبة هنا نتمنى لكم إلا بغيتوا ترافقوه ونرجع ثاني بغيتوا ترافقوه بش ليضاتك يجي صراحة تأوم زيان ترجمة نانسي قنقر